موسيقى رئيسة المعارضة الإسرائيلية والوزيرة السابقة تسي بي ليفني تعتزل الحياة السياسية موسيقى القيادة الفلسطينية تستنكر نهب عائدات الضرائب وتلتزم بدفع مخصصات الأسرى والشهداء موسيقى واستمرار مسلسل استهداف الإبل في النقب وسط ممطالة الجهات الرسمية الإسرائيلية موسيقى أعلنت رئيسة المعارضة الإسرائيلية والوزيرة السابقة تسي بي ليفني انسحابها من المعترك السياسي وعدم خوض حزب الحركة الذي ترأسه الانتخابات البرلمانية الوشيكة وقالت ليفني إنها ما زالت تمتلك الإرادة والقوة الشخصية لاستكمال مشوارها السياسي بيد أن حزبها لا يمتلك القوة السياسية المطلوبة لخوض الانتخابات ويأتي قرار تسي بي ليفني التي تشغل منصب رئيسة المعارضة حاليا والتي تولت خلال مسيرتها السياسية مناصب وزارية عديدة على رأسها وزيرة الخارجية والقضاء عقب حل تحالف المعسكر الصهيوني الذي أبرم مع حزب العمل في الانتخابات السابقة موسيقى أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل بوردين أن أي اقتطاع من أموال المقصة الفلسطينية مرفوض تماما ويعتبر نهبا لأموال الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن موقف الرئيس محمود عباس يرفض بشكل قاطع المساسة بلقمة عيش الأسرة وعائلات الشهداء والجرحة هذا وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني أن الالتزام برواتب الأسرة وعائلات الشهداء والجرحة هو التزام وطني لا تراجع عنه المبدأ فيما يعنينا على المستوى السياسي ونحب نأكد أنه التزامنا برواتب أسر الشهداء والأسرة هو التزام وطني وسياسي وأخلاقي ومن جانبها دنت جمعة الدول العربية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاقتطاعة من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية مؤكدة أن هذا القرار مخالف للاتفاقيات الموقعة وخصوصا بروتوكول فاريس الاقتصادي دعا نشطاء مقدسيون أبناء الشعب الفلسطيني للتوجه إلى المسجد الأقصى المبارك والمشاركة في أداء الصلوات في منطقة باب الرحمة داخل المسجد احتجاجا على استهداف الاحتلال لباب الرحمة وإغلاقه بقفل وسلاسل حديدية وطلب مجلس الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية في القدس سلطات الاحتلال بإزالة السلاسل الحديدية عن باب الرحمة في المسجد الأقصى وعتبرين ذلك اعتداءا سافرا وانتهاكا لحرمة المسجد الأقصى المبارك هذا وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع أبواب المسجد واعتدت بالضرب على المصلين واعتقلت سيدة وأربعة شبان في محاولة لإخلاء المتواجدين من المسجد المبارك بعد عطاء دام ثلاثة أعوام اختتمت مؤسسة رؤيا الفلسطينية بمؤتمر صحفي مشروع حراك الذي أقيم في مدينة القدس بتنظيم من عدة مؤسسات فلسطينية مقدسية بغية توعية المقدسيين إزاء التحديات والقضايا التي يتواجه المجتمع الفلسطيني في هذا المشروع بالأساس لتمكين الشباب المقدسي وتطوير أدوات تساعده في التعبير عن القضايا المجتمعية في مدينة القدس من جهة ولرسال رسائل للمجتمع الدولي أو الانتهاكات الإسرائيلية تطعر عليها مدينة القدس من منظور شبابي مشروع حراك خدم 240 فتاة وشاب في مدينة القدس بالإضافة لعشرين مؤسسة قاعدية اشتغل على موضع متعددة من ضمنها هوية الفلسطينية والحفاظ على هوية الفلسطينية بالإضافة للحديث على مئة ساعة تدريبية للمشاركين والمشاركات خلال السنوات السابقة بالإضافة للعمل على موضوع المناصر الدولية والمحلية ولأن حراك يجسد محطة مهمة من محطات الوعي السياسي والاجتماعي للمقدسيين مع الحفاظ على الهوية الفلسطينية فقد كان عنوان كل شاب وشابة مشروع حراك لأنني حسيت أنه ممكن يضيف لي هاي الوعي السياسي اللي أنا عن جد بحاجته بالإضافة للمهارات الحياتية اللي أنا عن جد بحاجتها شعرت أنه في ناس عن جد عندها وعي سياسي وعندها الرغبة في الحراك والتأثير وشعرت أنه مش أنا الحالي اللي عندها الرغبة في التغيير والتأثير في المجتمع الفلسطيني وخاصة المقدسي مشروع حراك للمقدسيين بمثابة مخزون دعم لا ينضب للفلسطينيين الذي قدم أشكالا مختلفة تنوعت بين العمل الجماهيري وأنشطة التوعية والتثقيف السياسي إلى جانب الحفاظ على الهوية المقدسية الفلسطينية لا تتوقف السلطات الإسرائيلية عن ملاحقة الإبل وتغريم أصحابها بعشرات آلاف الشواقل بزعم دخولها لمنطقة إطلاق نار وهي أغلب منطقة النقب بل أطلقت عشرات الرصاصات على أربع نوق عقب دخولها لمناطق عسكرية فقتلتها هذه الإبل أطلق عليها من قبل الجيش في مناطق محظورة عسكريا وطبعا نحن ضد كل هذه الأعمال قتل الإبل وقتل الحيوانات الأليفة وطبعا هناك تخوف من أصحاب المراعي بأن تتكرر هذه الفعلة مرة أخرى طبعا نحن نطالب بالتوقف عن هذا العمل وإطلاق سراح الإبل في كل مناطق المراعي طبعا وإعطاء أصحاب الإبل حق في أن يرعوا بأمانهم وأبلهم أصحاب الإبل يعانون الأمرين بين تضييق حيز المرعى من جهة وبين الغرامات وعدم الاعتراف بهذا الحيوان الذي يشكل عنصرا رمزيا في حياة وثقافة البادية طبعا هناك ما يقارب بعشرين الفراس من البقرة التي تواجد في المراعي في شمال إسرائيل دون أي شريحة تحت الجلد ولماذا في بقرة المراعي شرائح تضع في الأذن ولماذا في الجمال في الجنوب تحت الجلد قوانين مختلفة لحيوانات تتبع للمجترات وحسب رأي كلها دوافع من جمعيات محرضة ضد البدوج زي جمعيات رقفيم وحزب البيت اليهودي زموترش وأعوانه الدوريات الخضراء بدورها منعت وصولنا مع الطبيب البيطري لمعاينة مكان إطلاق النار أما الناطق العسكري الإسرائيلي فيدعي أنه لا يعرف من المسؤول عن إطلاق الرصاص ذرائع يرى بها مربو الإبل استهدافا لهم ولوجودهم نجاح منقطع نظير لأطباء الأسنان في البلاد باجتياز امتحان التأهيل لمزاولة المهنة جاء في أعقاب دورات تحضيرية مهنية وجدة أثمرت بهذا الإنجاز الباهر نحن بالإضافة للنسطات اليومية اللي بنعملها من مؤتمرات أيام الدراسية للأطباء نشطات اجتماعية بنعمل خلال معهد الاستكمال دورات مهنية في كافة مواضيع طب الأسنان تعد نسبة نجاح جمعية أطباء الأسنان العرب من أعلى النسب وقد وصلت في الامتحان الحكومي الأخير إلى 100% ويعود ذلك إلى خبرة الطاقم وتوفر المعدات المتطورة لتمكين الأطباء من عبور امتحانات التأهيل بنجاح من قبل أن نرجع على البلاد هيئونا وحكونا الخطوات وعطونا المواد اللي لازمي وعن جد التحضير كان على مستوى عالي والدكاتر اللي اشتغلوا معنا مهيئين بطريقة كتير راكية وعالة وإشي مرفع الراس إحنا كنا نيجي تقريباً ثلاث أيام في الأسبوع بس لما كان نقرب على موعد الامتحان صار الإشي كتير مكثف اللي هو صورنا تقريباً خمسة أيام في الأسبوع حققت الجمعية للمجتمع العربي نجاحات كثيرة فعملها لا يقتصر فقط على الصعيد العلمي بل يشمل تحصيل الحقوق ومواكبتها فضلاً عن إيمانها بالجيل الصعب وقدراته وحاجته للتوجيه في ظل التمييز العنصري بحقه قال رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون إن هجوماً إلكترونياً اخترق شبكات الأحزاب السياسية الكبيرة نفذته على الأرجح دولة أجنبية لكنه لم يذكر أسماء وفي حين تتجه أستراليا إلى إجراء انتخابات بحلول مايو آيار دعت السلطات أعضاء البرلمان هذا الشهر إلى تغيير كلمات المرور الخاصة بهم بعد أن رصدت وكالة المخابرات الإلكترونية هجوماً على شبكة الكمبيوتر الخاصة بالبرلمان وقال موريسون وهو يعلن عن تقييم أولي من المحققين إن المتسللين الإلكترونيين اخترقوا شبكات الأحزاب السياسية الكبيرة بالبلاد وأضاف أمام البرلمان أن خبراء الإنترنت يعتقدون أن جهة تابعة لدولة متطورة هي المسؤولة عن هذا النشاط الخبيث ولم يكشف موريسون عن المعلومات التي تم الوصول إليها لكنه قال إنه لا يوجد دليل على تدخلي في الانتخابات وفي حين لم يذكر موريسون أي مشتبه بهم فإن المحللين يقولون إن الشبهات تحوم على الأرجح حول الصين وروسيا وإيران قال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الأحد إن بلاده مستعدة للعمل مع جيرانها لإحلال السلام بالشرق الأوسط في مواجهة العدوان الأمريكي والإسرائيلي في أحدث محاولاته لإضعاف العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة وذكر روحاني في خطاب ألقاه في إقليم هورموسغان بجنوب البلاد وبثه التلفزيون الرسمي على الهواء أن إيران مستعدة للعمل مع الدول المنطقة للحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط وأنهم يريدون إقامة ما وصفها بعلاقات أخوية مع كل دول المنطقة مؤكدا أن إيران لم تبادر مطلقا بأي عدوال في المنطقة وتابع عن دول المنطقة التي تعتقد أن باستطاعة إسرائيل وأمريكا تحقيق الأمن مخطئة وإنه يجب على المسلمين أن يضمنوا أمنها ولسنوات تخوض إيران والسعودية حروبا بالوكالة وتدعمان أطرافا متصارعة في سوريا واليمن لكن الضغط تزايد على طهران بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع قوى عالمية وأعاد فرض العقوبات وهي خطوة رحبت بها السعودية ولم تفلح مفتحات روحاني السابقة اتجاه السعودية مثل ما حدث بعد انتخابه في 2013 وجهود وزير الخارجية محمد جواد ضريف في 2017 في تحقيق أي نجاح ويشكك محللون في أن تلقى أحدث محاولاته صدا مختلفا وتتهم إيران السعودية والإمارات بدعم الجماعة السنية المتشددة التي تشن هجمات على القوات الإيرانية بما في ذلك تفجير انتحاري يوم الأربعاء في جنوب شرق إيران على الحدود مع باكستان وأعلنت جماعة جيش العدل السنية التي تقول إنها تسعى للحصول على مزيد من الحقوق وتحسين ظروف معيشة أقلية البلوخ العرقية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي أودى بحياة 27 من أعضاء الحرس الثوري الإيراني الذي هدد السعودية والإمارات وباكستان بالرد في حين تنفي الدول الثلاث دعم المتشددين تنفي الدول الثلاث دعم المتشددين تنفي الدول الثلاث دعم المتشددين رئيسة المعارضة الإسرائيلية والوزيرة السابقة تسي بي ليفني تعتزل الحياة السياسية القيادة الفلسطينية تستنكر نهب عائدات الضرائب وتلتزم بدفع مخصصات الأسرى والشهداء واستمرار مسلسل استهداف الإبل في النقب وسط مماطلة الجهات الرسمية الإسرائيلية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر